والألام الخاص بمباراة مصر والسنغال وتصفيات الدور الحاسم المؤهل إلى كأس العالم ومنتخبنا إن شاء الله كامل العدد الحمد لله ما فيش إصابات فيه يعني تركيز شديد جدا داخل معسكر منتخب مصر دايما فيه جلسات ما بين كارلوس ساكيرش مع جهازه المعاون روجر دي سكن قال تصريح عجبني جدا على مباراة مصر والسنغال اللي تلعبت في نهاية كأس أمم إفريقيا أو قال محدش ياخد المباراة مقياس على مباراة يوم الجمعة اللي جاية أو مباراة التلات اللي بعد اللي جاي بخصوص التصفيات الإفريقية المهيلة لكأس العالم قال المباراة بظروفها مختلفة إحنا لعبنا السنغال وإحنا لعبين ثلاث مباراة متتالية بإكستراتايم يعني لعبين يعتبر مباراة زيادة عن المنتخب السنغالي فبالتالي العامل البدني كان في صف المنتخب السنغالي كان في صالح منتخب السنغال وقدر أنه يكسب برقلات الجزاء الترجحية لكن لو في الظروف الطبيعية منتخب مصر يقدر يعمل مباراة كبيرة على السنغال كمان فيه تركيز شديد جدا من محمد صلاح فيه جلاسات بالتم من محمد صلاح مع عدد من لعبي المنتخب وقائل جمعة مدير المنتخب كابتن ويا الجمعة وكلامه مع اللعيبة بصرفته طبعا صاحب الخبرات الكبيرة مش بتكلم بس على دوره الإداري لا كمان دوره الفني لما لعب هذه المباراة الكبيرة أمام أقوى المنتخبات وأفضل المهاجمين الأفارقة في الدوريات الأوروبية وقدر يكون حائط صد أمام ديديد روكبا وصمويل إتو والحج ديوف وخليل وفديجة كل دي بالتأكيد خبرات عند الصخرة ويا الجمعة يقدر كمان ينقلها في وجوده داخل الجهاز الفني مع باقي اللاعبين كل التوفيير لمنتخبنا كامل الدعم والثقة في أي تشكيلة هتبدأ في هذه المباراة كان لنا بعض طبعا التعليقات على عدد من اللاعب اللي منضموش لكن في النهاية احنا في اللحظة دي في صف المنتخب من دعم المنتخب في النهاية في جهاز فني هو صاحب القرار الأول والأخير وهو لا يتحاسب في النهاية على مجمل النتائج لقدر الله لو ما فيش تأهل وبإذن الله بإذن الله ما يكون فيه تأهل ويقدر يحق إنجاز جيد بعد بالتأكيد ما وصل إلى نهاية كأس أمم إفريقيا الأخيرة في الكاميرو بإذن الله